لكن طبعاً منقرأ عن مجموعات كمان كانت من اليهود طبعاً في أيام المسيح مثلاً الفرسيين كلمة فريسي تعني المنفصل أو المنعزل جماعة الفرسيين كانوا جماعة المحافظين اللي بحاولوا يتمسكوا بحرف النموس وكمان كانوا بيتمسكوا في تقاليد الآباء الرب يسوع هاجم هذه الطبقة بسبب الكبرياء والرياء الديني مظاهر التدين الخارجي والتقوى الخارجية بدون العمق الداخلي فطبعاً هي هاي أكتر الجماعة اللي كانت تحافظ على الشريعة كانت تحافظ على النموس لكنهم وضعوا أحمال وأعباء كثيرة على كاهل الشعب وهي كانت هذه الطبقة طبعاً اللي أكثر شيء تهاجم يسوع وكان يسوع طبعاً بهاجمها بسبب الرياء الديني المجموعة الثانية المشهورة في أيام المسيح هي جماعة الصدقيين الصدقيين يعني أغلبيتهم جماعة أغنية يعتبروا من علية القوم يعني طبقة أرستقراطية كانوا أصحاب المكاني والحكم السياسي والديني والاجتماعي في المجتمع جماعة الصدقيين بيختلفوا عن الفرسيين كانوا جماعة عقلانيين بيعتمدوا على العقل وطبعاً كانوا عصريين يعني ليبرالز بميلوا للهوت المتحرر لكنهم أنكروا وجود الأرواح يعني القيامة من الأموات والملائكة والأرواح وطبعاً دعوا الناس إلى الأفكار المتطورة الأفكار الجديدة على العكس الفرسيين يعني كانوا عصريين كانوا متحررين هذه الطبقة كانت الحاكمة لأن رؤساء الكهنة في أيام المسيح سواء حنان أو قيافة والعائلة كلها كان قيافة بيكون صهره لحنان وأولاده الخمسة وحفيده الألكزاندر كلهم كانوا رؤساء الكهنة من طبقة الصدقيين اللي كانوا يعني بيمارسوا البزنس في منطقة الهيكل مشان هيك الرب يسوع هاجمهم قال بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ثم أحبائي طبقة الهيرودسيين مع أنه ما منسمع كتير هذول الجماعة كانوا أكتر يعني تيار سياسي ممزوج بالدين في أيام المسيح كان عندهم ولاء لهيرودس وعائلة هيرودس يعني خلطوا الدين بالدولة خلطوا الدين بالسياسي كان يعني الهدف منهم الاندماج مع السلطة الحاكمة مشان هيك كان بتشوف في صدقات بينهم وبين حكام الرومان المجموعة الرابعة هي جماعة الاسينيين هم على عكس هؤلاء كانوا جماعة المعتزلين يعني تركوا حياة البذخ وحياة أورشاليم والعبادة في الهيكل وكانوا ينعتوهم أنهم أبناء ظلمة وأنهم يعني تجار ودخل الفساد طبعا في داخل في الأمور الدينية في أورشاليم كان يعيشوا في الصحراء كانوا بمارسوا حياتهم بسمها ياخد يعني الوحدي وكانوا بيلبسوا لباس خاص وكانوا كل يوم بمارسوا الغسلات التقصية يوميا لكن احنا مديونين لهم اكتشفوا طبعا عند مغاير قمران هناك في مجموعة الاسينيين اللي كانوا بيقوموا بكتبات العهد القديم اللي اكتشفوها سنة 1947 و47 فاحنا مديونين لهذه الجماعة كان بيسموا أنفسهم أبناء النور بالمقابل أبناء الظلمة اللي كانوا في أورشاليم آخر جماعة اللي بيعاوز أتكلم عنها اللي هي جماعة الثوار كان أغلبهم في منطقة الجليل كانوا بيسموهم الزلتس يعني الغيورين وهذه الغيورين يعني كان همهم الدفاع عن الوطن في طبعا بالقوة كان بيستخدم الاغتيال وبيستخدم القوة لما بيشوفوا أي جند روماني كانوا بيقتلوه وأنا مش بالصدفة في هذا المكان بتشوفوا المغاير في جبل أربيل في ثورة حدثة في سنة 132 ميلادي بيسموها ثورة باركوخفا في أيام هيدريانوس إمبراطور روما لكن طبعا أخمدوا هذه الثورة وكانت الآخر شيء يعني لما كانوا في المغاير فوق كانوا بيضربوا السهام الملتهبة وكانوا طبعا بينتحروا من فوق وبينزلوا ومشان هيك بيسموا الوادي وادي الحمام وبالعربي اسموا وادي الحمام نسبة إلى القرية قرية بدوية موجودة في أسفل الجبل طبعا بسبب العنف والقتل بحيرة طبرية تحولت إلى بحيرة حمراء من الدماء هذه المجموعات اللي كان بيتعامل معها الرب يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر